السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل الان وسألم بحضراتكم في معكم مهندس اشرف رمضان النهاردة بازن الله هنتكلم عن الاحمال الكهربية في المستشفيات طبعا القيم اللي انا بقولها دي قيم استرشادية لبعض الاجهزة الموجودة في المستشفيات انا بقسم الاجهزة دي الى نوعين في اجهزة بتعمل باستمرار في بعض الغرف وفي اجهزة بنشغلها حسب الاحتياج في عندي اول حاجة بابدأ بيها الاحمال الكهربية في غرف العمليات الاجهزة اللي بتعمل بازتمرار زي تربيزة العمليات في عندي تربيزة العمليات في حدود ربعمئة وستين واطت كشف العمليات خمسمية واطت ديا سيرمية تلتم ميت واطت المصدر الضوئيarios وعشرين واطت جهاز التخدير ربعمئة وستين واطت المونيتر بيبقى في حدود متين وخمسين واطت مدخة المحليل تلاتين واطت في اجهزة بنشتغل عليها حسب الاحتياج زي الدايا سيرمي ارجون ده بيبقى فيه حدود ستين وات القطع الجراحي بالموجات فوق الصوتية بيبقى خمسمائة وات جهاز موجات فوق صوتي ربعمية وعشرين وات جهاز تردد حراري بيبقى متين وات جهاز غسيل وشفط بيبقى في حدود خمسة وتمانين وات منظر بطن جراحي كامل بيبقى في حدود سبعين وات صدمات القلب بيبقى في حدود متين وخمسين وات جهاز الاستنشاغ بيبقى متين وثلاثين وات فيه في غرف الإفاقة أو في صلاة الإفاقة بيبقى فيه عند أجهزة بتشتغل باستمرار وفيه أجهزة بتعمل حسب احتياج المريض الأجهزة اللي بتشتغل باستمرار زي المونيتور بيشتغل تقريبا 250 وات تدفئة أكاس الدم بيبقى 300 وات منعة تجلط الدم 100 وات تدفئة المحليل في حدود 200 وات الأجهزة اللي بتشتغل حسب حالة المرضى زي الصدمات الكهربية 250 وات والشفات الكهربية 300 وات وجهاز الاستنشاق 230 وات فيه الأجهزة في العناية المركزة بتشتغل بصفة دايما زي التنفس الصناعي في حدود 200 وات المونيتور 250 وات سرايان المحلي بيقى في حدود 30 وات الأجهزة اللي بنستخدمها في حالات بعض المرضى زي منع تجلط الدم منع تجلط الدم ده 100 وات جهاز الاستنشاق 230 وات الصدمات الكهربية 250 وات تدفئة أكاس الدم 300 وات حقن محليل في حدود 30 وات المرتبة الهوائية في حدود 10 وات في بعض الأحمال بتبقى موجودة في المضاعم أو في المستشفيات في المطبخ الرئيسي زي تلاجة المشروبات 1500 وات تلاجة الايس كريم 1200 وات مكينة تحضير الايس كريم 1000 وات مكينة صنع السلج 1600 وات غلاية المية 3000 وات مكينة القهوة 3400 السخان الكهربي 5000 مكينة العصر بتبقى في حدود 1350 وات زي ما قلت كده في أول فيديو دي قيم استرشادية المفروض الداتاشيت الخاصة بكل الأجهزة دي انت بتاخدها في أول المشروع بتشوف كل جهاز مونيتور او جهاز استنشاق او شفاط او جهاز ده سيرمي ده بيبقى له موديل معين لداتاشيت الداتاشيت مكتوب في الداتاشيت الحمل الكهربي لهذا الجهاز الفعلي اللي انت هتركبه واللي بناء عليه حضرتك هتبدأ تصمم التصميم بتاعك وتحسب الاحمال الكهربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته